السلام عليكم ورحمة الله أبو عبد الله البلخي محمد بن الفضل بن العباس من أجلة الصوفية متوفى سنة 19 وثلاثم أمن الهدراء من كلامه ست قصال يعرف بها الجاهل الغضب في غير شيء والكلام في غير نفع والعطية في غير موضعها وإفشاء السر والثقة بكل أحد وأن لا يعرف صديقه من عدوه وقال رحمه الله ذهاب الإسلام من أربعة لا يعملون بما يعلمون ولا يعملون بما يعلمون ولا يتعلمون ما لا يعلمون ويمنعون الناس من العلم وقال الذهب رحمه الله عقب إراده كلام أبو عبد الله البلخي هذه نعوت خلق من جهلة العامة فلو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحوا ولو وقفوا عن العمل بالبدع لو وفقوا ولو فتشوا عن دينهم وسألوا أهل الذكر لا أهل الحيل والمكر لسعدوا بل يعرضون عن التعلم تيها وكسلا فواحدة من هذه الخلال مردية فكيف بها إذا اجتمعت وما ظنك إذا انضم إليها كبر وفجور وإجرام نعوذ بالله من الخزلان والسلام عليكم ورحمة الله